مصرفية نيو هي مصرفية رقمية قائمة باستخدام رخصة البنك الأهلي السعودي هي قناة جديدة تعتبر مصرفية رقمية كاملة تخدم شرائح متعددة تكمل لشرائح التي يخدمها البنك الأهلي السعودي اليوم هي خدمة رقمية من البنك الأهلي السعودي وليست بنك مستقل رقمي هل تطمحون لتقدم لرخصة بنك رقمي وللتحول إلى بنك رقمي مستقل؟ بمشاهدة مستقبل إن شاء الله يوجد خطة إن شاء الله وبعد أخذ الموافقات اللازمة من بنك المركز إن شاء الله سيتم التقديم إن شاء الله على رخصة بنك رقمي إن شاء الله ما هي الخدمات التي سوف يقدمها نيو والتي تختلف عن الخدمات الرقمية المقدمة حاليا من البنك الأهلي؟ طبعا الخدمات الرقمية ما شاء الله في المملكة العربية السعودية متقدمة كثير فالفارق راح يكون في آلية تقديم الخدمات وشرائح المستهدفة غالبا شرائح مستهدفة هي شرائح الشباب شرائح العمل الحر في المملكة وشرائح أيضا العمالة المنزلية والعمالة الأقل حظا في السعودية وهذه عادة الخدمات التي تقدم لهم البنكية ما تكون بالمستوى الذي يطمحون له طبعا لعدة أسباب فخصصنا في نيو في تقديم الخدمات هذه زي ما تعرف شريحة هذه غالبا البنوك يعني أعدات ربحية شريحة هذه ليست شريحة مربحة من ناحية التمويل لأنها غالبا لا تستفيد من خدمات التمويل لذلك الخدمات التي تقدم لها في الغالب ما تكون سلسة أو سهلة لهم وكان كثير منها يتم عن طريق الفروع الآن احنا أتممنا العمل أن الخدمات كاملة تكون تقنية من أول شيء من فتح الحساب كان ياخذ يومين ثلاثة أيام لأي أحد أن يفتح حساب سواء كان صغير في العمر أو كان عنده عمل حر أو كان عنده من العمالة اللي جايها السعودية الآن خلال الأقل من دقيقة يقدر يفتح الحساب يحصل على بطاقة مباشرة يقدر يسوي حوالات داخلية ودولية نقاط أولاء موجودة وماركت بليس يقدر يشتري منه شغلات كثيرة في عدة خدمات وكثير من خدمات إن شاء الله جاية مستقبلا دكتور هل لحت أدمول فتح حسابات توفيرية أيضا؟ مستقبلا إن شاء الله في خطط الاستثمار والتوفير وغالبا لليوث شقمنت للفئات الشباب لأن هذه فئة مستهدفة وعليها تركيز رؤية المملكة في 2030 بتوجه لخدمة الشباب والتركيز عليهم ودعمهم وهذه من الأهم الأشياء التي نحاول ندعم فيها الآن فالمنصة بتكون أكثر منها منصة بنكية غالبا بتكون أيضا فيها توفير فيها تعليم فيها عدة أشياء تساعدهم على تعلم على إدارة أموالهم على حفظ الأموال على الاعتماد على نفسهم في كثير من عملياتهم وما شاء الله الآن فئة الشباب عندنا فئة متقدمة جدا وما أنسى أيضا فئة العمل الحر ما شاء الله الآن السعودية تقدمت كثير في المجال هذا أعداد اللي مسجلين في العمل الحر الآن رسميا في المملكة يفوق المليونين وهذا رقم مسهل يعني فهذه برضو شريحة مهمة وخدمتها شريحة مهمة بالنسبة لنا قولي الفريلانسرز بس أنتوا هل لحتفتحوا المجال أيضا أمام الشركات الصغيرة لفتح حسابات لديكم يعني فيهم يفتحوا بيزنس أكاونتز لدى المنصة صحيح المؤسسات الصغيرة ومتوسطة قريبا بيستمح لهم أن يفتحون حسابات أيضا وتقدم لهم جميع الخدمات التي تقدم للشركات الكبيرة أيضا بالتالي الخدمات الأساسية حاليا للمصرف سوف تكون خدمات دفع خدمات تحويل أموال ماذا عن أعطائهم القروض للعملاء؟ حاليا طبعا راح يكون موجود منتجات مايكروفايننس التمويل المتراهي الصغر لعدة بعض الشرائح لطابق الأنظمة السعودية بالنسبة للمؤسسات والشركات خصوصا أيضا للعمل الحر هذه من الأشياء التي حقيقة نحاول نكون سباقين فيها كون الشريحة هذه شريحة مهمة وحاليا ما في أحد يعطيهم أي منتجات تمويلية بسبب أنه ما فيه أصلا اليوم سجل ائتمان له ما فيه شيء اليوم يبين البزنس حقه ما فيه قوائم مالية مخصصة لهم فإحنا شغالين حقيقة مع وزارة الموارد البشرية في إيجاد حلول تساعد على أن شريحة هذه تأخذ حقها في الخدمات البنكية والخدمات المصرفية دكتور صالح الأهلي عندما نتحدث عن أسامبيه وأكبر مصرف في السعودية وبالتالي واضح أن هذه الخدمات هي مركزة على القطاعات الصغيرة وعلى الحسابات الصغيرة لنقول بتوقعاتكم ما حجم الحسابات اللي ممكن أنه يتم فتحها على المنصة والله حقيقة الأدرسة بالماركت كبير جدا اليوم لك تتخيلي طلاب من الجامعة إلى الصفوف الأولية عندك الأكسبات اللي رواتبهم أقل مثلا من خمسة آلاف عندك العمل الحر يعني حسب أقل تقديرات حنا بالنسبة لنا في الماركت فوق العشرين مليون الشريحة المستهدفة يعني ونحن إن شاء الله نحاول أن نكون سباقين ولن الحصة لأوفر منها إن شاء الله وبالتالي هل ممكن انتقال عملاء مثلا من الأهلي إلى هذه المنصة أو استخدام أي منتجات من المصرف الأم أم لا صحيح هو اليوم العميل خصوصا يعني العميل السعودي واعي وعنده أكثر من حساب فبالتالي هو قاعد يشوفهش القناة اللي تقدم للخدمات اللي هو يحتاجها ما في شيء يمنع اليوم أن أي أحد عنده حساب في البنك الأهلي أنه يفتح في نيو والعكس أيضا ممكن يعني فهو ينتمد على شريحته إذا كان مثلا من الشريحة اللي تهتم بالأشياء اللي لا علاقة باللايف ستايل باليوث ممكن قريبا إن شاء الله موضوع الإدوكيشن والجيمينغ والشغلات هذه واللايف ستايل فهذا غالبا يعني ممكن يلقى يعني اللي يبغى في نيو أكثر ما يلقاه في تطبيق البنك طبعا زي ما قلت يعني البنك ما شاء الله هو البنك الأكبر في المملكة فبالتالي خدمات البنك يقدم خدمات بنكية عالية للمستوى لكن ما راح تحصلين فيه الفريتز الكثيرة اللي تحصلين في أي فنتك أو أي ممكن تطبيق يحاول يخدم في الجهات الأخرى غير الأمور المالية عندكم تقديرات دكتور صارح لحجم الأعمال مثلا بعد سنة من إطلاق المصرف كم تتوقعون أن تنمو كم تتوقعون أن تبلغ الحصة السوقية لديكم من سوق فيه منافسة كبيرة الآن ليس فقط من القطاع المصرفي بل من قطاعات الفنتك بالطبع قطاع الاتصالات وغيرهم صحيح والله إحنا أنت عارف يعني ما شاء الله البنك الأهلي بنك سباق ودائما يعني حريص على الحصة الأكبر والمرتبة الأولى إن شاء الله فإحنا عشان كده إحنا حرصنا أن يكون من أواء البنوك اللي تتوجه التوجه هذا وتقدم بشكل كبير زي ما قلت لك شريحة مزلدة كبيرة حقيقة حوالي 20 مليون يعني نتوقع إن شاء الله خلال ثلاثة إلى خمس سنوات أنه نوصل يعني إلى يمكن يعني أتمنى إن شاء الله نوصل إلى 50% من الشريحة وعندكم تقديرات لحجم نمو الأعمال؟ طبعا الشريحة هذه غالبا قائمة على الترانزاكشنز وليس على اللندنك ولا حتى على الحسابات الجارية فهو بيعتمد بشكل كبير على الخدمات الإضافية اللي جالسين نقدمها العلاقات والبرتنر الشبز اللي قاعدين نسويها الآن ما عدة جهات تقدم خدمات لهم الفكرة أنه يكون نيو هو يعني مكان يحصل عليه يحصل فيه يعني كل ما يحتاج من الخدمات اللي يبغاها ويتسهل عليه آلية الدفع بشكل كبير وحفظ أمواله منه يتنقل من تطبيق للتطبيق وهذا إن شاء الله يعني راح يكون لمردود كبير أيضا ما نغفل عن موضوع الحوالات الدولية الحوالات الدولية هي يعني شيء مهم بالنسبة في المملكة المملكة بين رقم 2 ورقم 3 عالميا في نسبة الحوالات الدولية وإحنا اليوم إحنا جزء من الشركة ديجتال فينشر الكويك بي اللي هو دراعة التحويل للبنك الأهلي أيضا هو جزء من المنظومة ويعمل بشكل كبير وفيه يعني تقاطعات كبيرة بينه وبين نيو وهذا راح يخدم أيضا في الربحية على القطاع نفسه ترجمة نانسي قنقر